الحائم دايما كل سنة في دراما رمضان بنشوف نجوم وفنانين وممثلين كتير نقدر نقول عليهم ممثلين من العيار التقيل وجودهم في اي فريق عمل داخل المسلسلات بليه طعم كده مختلف ولون واضح جدا ومن الفنانين دول الحقيقة اسم يمكن كان عليه حديث كتير على السوشيل ميديا وفي كل مكان خلال رمضان السنين اللي فاتت وهي الفنانة الجميلة زينة منصور ادوار تقيلة وشخصيات كده من روح الشارع المصري وتحس انه فيه تمكن من كل شخصية يمكن حتى هي رمضان اللي فاتت كانت في حق عرب وتحس كده انها الشريرة بودم خفيف حاجة من ريحة المليجي كده وهي طبعا لانها ممثلة مصرح في الاساس فده بينعكس على اختياراتها بشكل كبير وعلى تمكنها من الادوار خلونا نرحب بفنانة زينة منصورة اللي منورانا النهاردة وكانت عاملة قلق في رمضان ايو 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 اهلا بيك هادير وانا مبسوطة جدا ان انا في تلفزيون المصري وفي القناة الاولى لان يعني مسبيره ده من كان حلم اي فنان ان هو ييجي ويصور فيه او يسجل فيه فانا مبسوطة جدا ان انا معيك ومرسيه على المقدمة الحلوة دي ده حقك يعني تستحقي بأكتر الحقيقة ومبروك حق عرب وشخصية ما حاس انك اتعامل قلق طول المسلسل والسر كده اللي هي مخبياة وكل شوية بتهدد بيه اه بتكسب بيه بتكسب بيه ولسه كنت بقول هي شخصية تبدو شريرة لكن عندها خف الدم تخليكي طول وقت مشدودة انك تتفرغي عليها ما تكرهيهاش يعني هي ست مستغلة جدا وهي ست يعني عارفة يعني ان اختها ماتت ومين اللي قتلها ورغم كده لا هي مش مهمة هي عايزة فلوس يعني هي اهم حاجة عندها الفلوس مادية بحتة مادية حقيرة الاستمرار في العمل مع احمد عودي ما شاء الله يعني كانت ضرب نار وبعد كده حق عرب عايزة وبعد كده حق عرب عايزة عارف ترشيح الجيز زي للدور والكواليس كده الاستمرار مع احمد عودي هي نفس الشركة متحدة برضو فالشركة كانت مرشحاني للدور ده تخليه هنا في البداية ما كنتش عايزة اعمل الدور ده يعني قلت له ليه ليه هقولك اول ما بتجابه الورق كانوا كدهين مثلا لسه لحد الحق التسعة انا بظهر في السبعة فقلتوه ازاي انا بقى ازهر في السبعة بقى ازاي بقى انتوا بقى السنة اللي فاتت من الحلقة الاولى وبتاع وكنت مع برضو استاذة ياسمين واستاذ احمد وازاي دلوقتي تدوني بس اول معريض من اول البداية قلت يا نهرب يا نهرب والحد الاخر هي في الحدوتة يعني السر المسلسل اه في المؤلف في الاستاذ محمود حمدان قال لي تقالي تقالي وجي المخرج برضو قال لي زينا الدور ده مهم جدا الدور ده مش اي حد يعمله فلازم تركيزي ولازم مش 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 المهم تزهر من البداية لان كان معروض علي ادور تانية في نفس المسلسل او يعني قالوا لي تب تعملي مش عارفة ايه تب تعملي اقسم بالله اول ما بدأت اركز مع محاسن لا قلت لا يعني ده مش ممكن انت هي صحيح بس هي شخصية اللهم لك الحمد يعني ده كان توفيق من عند ربنا وكان في نفس الوقت يمكن انا ربنا كرمني السنية دي وعملت شخصية كويس وعملت كذا شخصية السنية دي كويس فالحمد الله والشكر الله يعني التحضير للنوعية دي من الادوار اللي هي شوية فيها روح الشارع المصري بيكون ازاي بس يا هادير هقولك على حاجة انا اصلا بنت الشارع المصري ومصرية حتى النخيعة واساسي اساسي من منطقة شعبية وانا بنت اسكندرية فصحيح ما يعني ايه ما عادتش كتير في اسكندرية يعني انا مثلا من صغري جدا وانا عايز امثل وعايز اجي القاهرة وعايز اروح وعايز ايجي وعايز ابدأ بقى فاكرة بقى الموضوع سهل يعني فهمه فبشوف الى الان ما بعودش ما بنعزلش يعني انا بنزل كل يوم وبنزل قدي حكتي بنفسي فبشوف الكاراكتر بشوفهم والله وهم بيقولي يعني سبحان الله فبخزن في الزاكرة يعني محاسن دي انا شايفاها دي شخصية كانت عندي يعني كانت فعلا هو في ايه هو اهم حاجة الفلوس فيش اي مبادئ في اي حاجة في الدنيا ففي دي وفي ضرب نار كان فيه الست دي يعني عارفة وفي هذا المسأل كان فيه الست اللي هي دي يعني هو كلهم شعبي او كلهم مثلا من اللي هو الشارع المصري لكن مع اختلاف احساس كل شخصية وتفكيرها ونوعية وعقليتها وطريقة استعابها بقى للحياة فكل واحدة انا بقول لا هي كده من خلال الورق طبعا بس بقى ايه بس تحضر بقى يعني عارفة اللي هو الكاراكتر هيبقى ازاي وانس ان انا فهمت الكاراكتر لبسته حسيت ان انا انا خلاص زينة مفيش زينة خالص في محاسن دي محاسن طب محاسن دي هتتكلم ازاي هتتصرف كما تيجي نشوف مشهد كده المحاسن ونرجع تاني نكمل كلام نعم محاسن نشوف محاسن دي 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 مسألي يعني في اللي وبعدين بنت بلدي وانا بحبها على المستوى الشخصي ويعني قلت قدام وفاعمل لا باقي يعني ما ينفعش ان احنا نقل لكده شوية ولا بتاع فهي كانت الشخصية الجبارة دي ودي يعني عارفة اللي هي بتهددها بس برضو خايفة منها يعني هي ايه اللي هو بتضرب وتلاقي فلازم تبقى كده لأ كان لأني مش اول مرة اشتغل معها استاذ وفاق اشتغلت معها قبل كده مسلسل بس من فترة كان اسمه شاط اسكندرية وده اللقاء التاني بيني وبينها فقالنا كتير قوي ملتقناش فكان يعني هي حتى اول ما شابت قايتلي انتي عاملة دور لطيفة قايتلي انا حبيت الدور اساسا يعني فالحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله عايزين نرجع كده للبدايات وكنت بتكلمي عن اسكندرية هل انتي بتعتقد في مسألة انه الناس اللي عندها اصول من بلاد لها ثقافات كبيرة وحضارة كبيرة زي اسكندرية ده بيأثر عليهم ويأثر على موهبتهم والبداية كانت مع مين يعني وامتى حسيتي انه المشوار ابتدى لان كنت بتقول المشوار المشوار ما كانش سهل مين الفنان الكبير اللي لما قابلت او الفنان اللي في بداية مشوارك حسيت ان انا كده يا دوب ابتدأت اشوف طريقي صح بسي بقى يعني كل الناس وهم اطفال يعني ايه يا حبيبي نفسك تطلع ايه دكتور لا اطلع مهين لا اطلع مدرسة امي كانت الله يرحمها كداما تقولي انا زيك تبقي مدرسة وانا اصلا ما بقى عنديش يعني عارفة ما عنديش طاقة طاقة ان انا علم ان انا وعيال بقى وبتاع فانا عايزة اقول لها يعني لا انا مش عايزة بأكيد فمن وانا صغيرة وانا نفسي يعني هو ده الهدف هو ده التارجة اللي كان نفسي حققه ان انا ابقى ممثلة كنت بتقولي مصرح المدرسة كان عندكم مصرح في المدرسة طبعا 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 انا كنت في مدرسة حكومة عادي جدا مش 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 خاصة ولا بداع لكن لكن كان في مصرح مدرسة كان فيه قودة موسيقى كان فيه يعني كل انواق يعني كنت مثلا كل سنة لازم اشترك في في المسابقات اللي هي بتاعت الشعر والالقاء والحيوك وباخد جوائز على مستوى الجمهورية يعني بصي كانت المدرسة بالنسبيلي مش 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 بس الدراسة وكان فيها يعني تعلمت في مصرح المدرس كنت بروح اصور الثقافة من ونا صغيرة وكنت بدأت بعد كنت بتروحي اصور الثقافة يبقى كده الاسرة بترتفع منه في نية لا لا امي 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 حبيبتي هي اللي يعني هي اللي كانت بتاخدني يعني انا عايز اروح اصور الثقافة فلازم فتروح معي وتقف معي وعمل مسرحيات عظيمة وعمل مسرحيات وانا في المدرسة يعني من بداية ومصرح بقى سيد دارويش عندنا في سكندرية وكان مسرح عبدالوهاب وقفت بقى على مصرح كتير بقى في سكندرية كنت اجي بقى كبرت شوية بقى اشوف الفنانين على البحر كده بالليل وهم عاديين بقى الأستاذ العظيم يوني الشلبي وستاذ سعيد صالح وستاذ عد الإيماء كل دول كنت باشوفهم بقى يخلصوا بمصرح وكانوا بيعودوا بقى في الكافتريات فهو أنا صغيرة كده مش فقى أولي يا ربي بقى طب امتى نعيني حبقى فحبيت المصرح فبدأت واحدة واحدة دخلت كده اقتحمت مسرح عند الأستاذ السوهيري البابلي وروحت قلت لهم كده معرفش حد عيالي صغيرة تسرسبت ودخلت المصرح قلت لهم أنا عايز أمثل أنا معرفش كنت لسه في المدرسة فكانت من هنا بداية الحلم أو بداية يعني الرهبة لكن الاحتراف طبعا غير لما كنت بقى في المدرسة ومش عارف المدرسة بقى كنت عاملة نفسي فيها ما حصلتش يعني نجمة بقى طبعا في المدرسة لكن كانت قصة الاحتراف كانت صعبة جدا ولما قررت أن أنا أجي علشان يعني أمثل في مصر وكده عنزل لأرض المعاركة بجد كانت أرض يعني صعبة إلى الآن يعني إلى الآن يعني 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 بستعجب اللي هما بيستعجلوا وبيبقوا عايزين لا أنا بقالي كثير قوي بقى يمكن توقفت شوية فترة من حياتي يعني لما حسيت كده بشوية يأس وشوية إحباط وإندي إزاي وأنا مش يعني أمتى مين حقا مش عارفة حقا مش عارفة وخاصة ما عنديش حد في الوسط الفني وما عنديش أهل كمان في القاهرة يمكن أهل أبويا لكن يعني كلهم كانوا بقى خلاص بقى اللي راحنا واللي راحنا ما عرفش حد قوي فجيت من بداية اللي هو قعدت في بيوت الشباب وقعدت في المدينة الجامعية وروحت عند الناس اللي هما كانوا بيأجروا حاجات للطلبة ومش عارفة إيه فكان مشوار صعب جدا لكن ربنا بدأ يعني لكل مجتهد النصيب وأنا لم أتوانى لحظة إمتى كانت شرارت البداية بالنسبة لك وحستي أنه أنا ابتديت أكون على أول الطلبة بسي حققت شوية أول ما بمجيت يعني أول سنة جيت فيها القاهرة وبدأت أن أنا خلاص عايزة أدخل للمعهد وعايزة مش عارف إيه عملت مصرحة عملت روايات مع الأستاذ العظيم رحمة الله عليه الأستاذ سامير غانم الله يرحمه وكان الله يرحمه يا رب ويسمحه وده كان من المؤمنين جدا بي وداني فرص كتير جدا عملت معاه كذا رواية وسافرنا بقى بيها وحستي أن أنا خلاص بقى وعملت برنامج تاني كان أول برنامج كان اسمه مطبط على الهوى كان إخراج الأستاذ طارق العريان ويبسي حاجات بدايات كتير مش عايزة بستكبر نفسي عشان كنت صغيرة نحن عالت بصغيرين وبعدين توقفت لحظة لحظة إيه توقفت فترة من حياتي فترة طويلة كان فيها بقى يعني ابن ياسين فاهتميت بيه فترة طويلة بسي كنت بتعذب يعني سافرت بره وقعدت فترة طويلة بره وأنا ما قدرش أبعد عن البلدي أنا لو قعدت يعني شهر بره عارفة أنت بموت والله يعني ما قدرش يعني أنا زي ما بقولتلك كده أنا يعني معجونة بطراب مصري يعني أنا بحب مصر قوي فحاول ترجع فلما جي ترجع كأنه من أول وجديد فبس تعشان ما طولش عليكي بداية الشرارة الحقيقية اللي حصلت لي في الرجوع كان مسلسل هذا المسال كانت شخصية شوية جريئة ويمكن فنانات كتير ما بتفضلش ده أو تقلق من ده صحيح زينة حسبت الموضوع كذلك؟ حسبت الموضوع أن الجرأة مش في المش يعني أنا شايفة أن أنا ممكن أعمل شخصية جريئة بس من غير ما تاخدش الحياة يعني من غير ما يكون لبسة لبس فاضح أو لبس مكشوف أو حاجة يعني أنت شوفي بتقولي جريئة كل ده بالعباء والطرح هي الجرأة الوحيدة اللي فيها اللي عملت شعرها بورتوآني يعني ضربت شعرها بورتوآني فكان من هنا الجرأة وأنها ما كانتش شخصية يعني ما كانتش شخصية هي مش ست مش وحشة يعني هي ست مش مكسب مش أكل عيشها أنها تبقى كده هي حبيبة هي حبت هي حبت الشخصية سوني دل في المسلسل وبونانة عليه كانت عايزة تضحي بقى بزوجها وبنتها وده غلط طبعا بس هي كان ده مستوى تفكيرها في كده وبرضو يعني لحد دلوقتي المعبير دي شخصية نجحت بشكل بي جيد أنا شقدر أقول لك أنا كل الناس بتندهني يا معبير كل الحاجات اللي عملتاها ديت وما زلت المعبير وده يرجع للنص الكويس وللأستاذ المخرج الكبير أستاذ تامر محسن لأنني أنا يعني كانت توجيهاته فعلا بجد كل توجيه يعني لما كنت أجيه يعمل مثلا حاجة يقولي طب إيه رائك لو عملناها كده فكنت أدوس معاه فلاقي لأ وجهة نظره صح يعني هو يعني مخرج بيحب الممثل وأنا يعني 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 شابول كل مخرج بيعز الممثل ويطلع كل طاقات وفيه مخرج يطلع منك طاقات كبيرة صحيح فيه ناس بنشوفها مع مخرجين وكأنهم يعني بتوب جديد أول مرة نشوفهم بالشكل ده بتكون رأي إخراجية مختلفة صحيح صحيح هنتكلم أكتر يا زينة عن ردود الأفعال حوالين الأدوار ومعبير ومحسن ويعني أنت بتقيسي ده زي لكن خلينا نروح لفاصل هستأذنك ونرجع نكمل مع الفنانة زينة منصور اللي النهار ده في ضيافة التسعة أني في ناس كتير هستفتح محل موبايلاتها عشانهم معابير تروح لهم لا الحمد للأول مطارد المسلسل كان يعني نجاحها يعني والله ما كنتش متوقعة يعني حتى يقولك إشار بمعابير ومعابير بين البتاق والناس عايستعمل نفسها بتريع للتسوير وحتو صورة ممثلة أمريكانية أو أحد كده مش عارفة نسيت اسمها والله نفس اللون الشعر طب ده أحسن ولا معابير أحسن فكانت بجيلي نوعيات يعني الحمد لله يعني ما جاتش نوعيات أبدا حاجة سلبية عشان كده يمكن ده اللي كنت بقولك عليه إنه بتبقى الشخصية مفروض تكرهيها لما تعملها زينة منصور فيها شوية خف الدم كده وراء الموضوع اللهم لك الحمد يا رب يعني برضو حد كتبي تعليق يعني طبعا مع الفارق يعني أنا مش بشبه نفسي بس أنا بقولك التعليق إنه قال مثلا يعني بتفكرنا بالجميل عادل أدهم اللي هو يبقى الشرير بس كوميدي يعني مع الفارق طبعا يعني ما نوصلش لموهبته يعني لكن أنا بفرح يعني بس أنا بحاول يعني عارفة أنت اللي هو بحاول أعمل الشخصية أول ما بقرها فاهمة انتوا ليه انتوا ليه شايفيني على دول كده يعني ليه مش شايفين برضو ما أنا ممكن أعمل فاهمة الحاجات اللي برضو اللطيفة الست اللي دي العادية أول فقرانة الغلبانة الطيبة يتم الدبيح لما تنجحي في دور البنت الشعبية يتم اختيارك في الدور ده كتير كتير فطب عامل إيه حرفض فبقول لا أبقى أنا مش حرفض يعني وخاصة لو الموضوع دخل مزيجي يعني آه لو الشخصية بقى لبسيتني بقى فبحاول بقدر الإمكان أني تتقدم بشكل مختلف آه يعني أنت شفتي محاسن وشفتي ومعبير ديفرانت يعني الاتنين مختلفين تماما دي في حتة ودي في حتة تانية خالص يعني فربنا بيلهمني كده أن أنا بصي يعني بعمل كاراكتر للحكاية طريقة كلام آه طريقة ماشية آه تعبيرات تعبيرات مختلفة مش كله يبقى ستاندر يعني يعني مش كله يبقى يعشان شعبي يبقى خلاص مش عارفة إيه ولا حاجات لا في في حاجات وعلى حسب هي السيتي دي بتتصرف إزاي أو الشخصات دي بتتصرف إزاي وأتمنى من الله يعني أن هم بقى يبصوا أنا عايزين نعمل حاجات يعني 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 بتبقى الشعبي بقى إيه الدور اللي أنت نفسك تعمل يا حسن أنت لو جالك الدور ده زينة وانصورة هتكون فيه جدا حاجات كتير والله يا هادير حاجات كتير جدا نفسي أعملها يعني نفسي يعني أعمل أنت يعني الستات كتير ومشاكلهم كتير وقضاياهم كتير فنفسي أعمل يعني إن شاء الله ربنا يكرمني وأقدر أجسد حاجات يعني عرفة تنفع المجتمع يعني تبقى حاجة لطيفة لكن برضو وأقدر أعمل حاجات يعني التاريخية وأقدر أعمل حاجات الدينية اللي فيها حاجات والحاجات اللي هي برضو القديمة يعني يعني عايزة أعمل حاجات إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون مختلفة وربنا يكرم بقى الفترة اللي جاية الناس تشوفني بشكل مختلف دورك في رجعيني هوا كان مختلف عن الأدوار الشعرية لا رجعيني هوا دي كانت ست برضو مصيبة يعني عارفة رجعيني هوا ده أنا عملته تقريبا أنا جالي تليفون على الهوا كنا في نص رمضان خلاص المسلسل بيخلص فقال لك بتاع الزنة طب تعالي قلت عايزيني في ايده لعمل ايده دلوقتي يعني فقريت لقيت ست بتجاوز جوزها يعني انتي بتقولي مشاكل استتاد ده انتي كده اللي عملة مشاكل يا زي طبنا نشوفنا شاد يالله ونرجع نكمل كلامه يالله بصراحة يا حجة اعتدال أنا مش عارفة اعتذرلك ازاي انتي عارفة الولاد اليومين بقولي يعني التفاهم بيبقى صعب معهم شوية وانا مش جاي لومك والعدمك يا حجة شريفة ابني وبنتك يا اختلوا ليهم نصيف في بعض محدش هيقدر يمنعهم الحمد لله شيلتي عني الحرج خلينا فيك انت يا حلوة فيي انا ايه عملة نمحلك من المرة اللي فاتت ما لقيتهاش لا يا اختي لقيتها وتجهلتها جايبالي عريس الله اكبر عليك انا قلت برضو ان زكائك مش هيخونك اسمعي يا اختي انا مرات عبدالله مختاري الاولانية وخطبله التانية بأيدي ومجوزها له كمان صدقي وتأمني بالله بسنا وثلاثه الراجل من حقه يتجاوز اربعة اللي عنده قدرة يتجاوز بس بصي مهنيها هو لو راجل مهني مراته وعيز يتجاوز انا معنديش مشكلة ده رأي زينة على يعني مسئولية زينة يا جماعة انا بحاجة ان كل شيء يبقى على نور ما حدش يخدع حد اه والله العظيم ثلاثة والله يعني فيه ستات والله فيه ستات كده والله انا اعرفهم ست فعلا بتخطب له جزء مرة والتانية والتانية لا بس هي تقولك انا ميلي انا قريدي كاتب لي مش عارفة ايه ومقام ميلي مستقبلي ومستقبلي عيال فعشان ايه يعني ايه يدرع دي شركة كده الموضوع بس هي بتبقى كل الكنترول عندها هي مسكل حكاية عندها لكن انا معتقدش اندحي بقى طبعا على كل الستات الست برضو من حقها ان يبقى جزء حبيبها الوحديها يعني وخاصة لو بتحبه لكن نوعية اعتدال ديت هي مش هميمها برضو هي برضو ست بتقولك احب حاجات تاسية جيل جزء اه وبعد نشوفي انوشكا يعني انا بقى طبعا سيزا انوشكا قالتلي تلعط لا يا كتوت تقولي انتي انا مش موجة انا عايز مشاهد كتير معيك يعني انا وانا استمتعت مش هالمشكلة صح يعني لا انوشكا طبعا برضو في حتة تانية يعني عشق طبعا مين ما يحبش انوشكا والله العظيم يعني كان عندك فرص كبيرة لشغل مع نجمات كبار بحجم انوشكا ووفاء عامل مصر كلها بتحبه انا اشتغلت والله مع ناس انا كنت من يعني من حسن حظي ان ربنا كرمني وقابلت ناس كبار اشتغلت مع ناس كبار يعني اشتغلت مع استاذة ليلة علوي ودي برضو استاذة ليلة علوي ودي برضو استاذة ليلة علوي بنجمات وفنانات يعني كنت يعني اتشرفت ان انا اشتغلت معاهم يعني الحمد لله الشغل في موسم رمضان في الدراما رمضان بتشوف انو بيبقى عنده جماهيرية اكبر من اي مسلسلات تانية بتعرض خلال السنة ولا مسألة انو بيبقى فيه العديد من الاعمال ده بيظلم اعمال مثلا معينة دلوقتي بقى موسم رمضان هو اللي هو الحصان الرابح يعني يعني كان الاول احنا كان يعني المسلسل بيجي استعى سبعة المسلسلات اللي احنا بنستنيها كانت القناة الاولى والقناة التانية والحياة دلوقتي من كتر المسلسلات اللي هي بتعرض برا السيزون فانتي ممكن مسلسل يعجبك بس ما يحققش نفس الناس يعني ناس بتقعد تستنى العمل في رمضان وتتكلم عليه والسوشال ميديا يتكلموا انهي واحد نجاح وانهي اللي كان اعلى نسبة المشاهدة وانهي 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 هي يمكن موضة بس انا ككازينة يعني لما بعود اتفرج انا بتفرج بعد رمضان وبعد اشوف ايه المسلسل الحلو ايه المسلسل اللي مش حلو ويمكن حاجات ما خدتش حظها في التريند وما خدتش حظها في انها تتشاف كويس لكن بتبقى مسلسلات حلو قوي يعني مسلسلات تبقى جمدة جدا وفيها يعني حاجات لطيفة جدا يعني بس هي بتبقى حزوز سبحان الله هو بقى سيزون وياخدونا بقى فحت وردنا لحد 28 رمضان اللي هو تبقى انت مش شايفة هو فيه ايه الدنيا عاملة ازاي كده بس في النهاية برضو التعب اللي بيحصل بنتحب جدا بتبقى في اجواء يعني عارفة تلج فاز التلج وبتبقى الدنيا بقى بالليل والنهار والعارفة انت مش شايفة حاجة ولا عاملة حاجة يعني مش مش مركزة لكن في النهاية ربنا بيكرم بالنجاح فبينسيكي اي تعب يعني يا رب دايما بالنجاح زينا منصور نورتينا واسعبتينا النهاردة وفي النهاية اعيز اعرف لو بتحضري لحاجة جديدة الفترة اللي جاية انت ريسو خرجي من رمضان فاكيد يعني معظم الناس كانت اجازع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى من غير مؤطع فيه بقى عودة للسينما قريبا في فيلم حنبدأوا بعد العيد ان شاء الله وبعدين برضو ننسيت اقولك انا السنة دي غير حق عرب انا عملت مع الاستاذة الجميلة سومي الخشاب مسلسل بمئة راجل ومعملت مع استاذة ياسمين صبري مسلسل رحيل والاتنين كانوا ادوار مختلفة وكانوا ادوار حلوة جدا ان شاء الله ان هم يتشافوا اكتر والجمهور برضو يعلق عليهم وينول استحساني ان شاء الله وانا سعيدة ان انا معيك اساسا وسعيدة بالتدعم احنا نبرجك على دراما رمضان وان شاء الله نجاح بعد نجاح نورتنا واسعتينا النهاردة كانت الالف خير جدا ان شاء الله نجاح شكرا شكرا كده مشاهدينا خلصت حلقتنا وخير ختام كان مع الفنانة زينة منصور دايما نشوفكم على الالف خير